أعلنت اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة انتخاب عضو مجلس النواب في الدائرة التي خلت أعلنت أعلنت النتيجة النهائية للانتخاب التكملي لعضوية مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية الأولى بمحافظة المحرك يسرني بصفتي رئيسا للجنة الإشراف على سلامة انتخاب عضو مجلس النواب في الدائرة الانتخابية الأولى بمحافظة المحرك أن أعلن نتيجة الانتخاب التكملي لعضوية مجلس النواب عن هذه الدائرة وذلك بعد استلام جميع محاضر لجان الاقتراع والفرز والأوراق الانتخابية من مختلف اللجان الفرعية والعامة ولجان الاقتراع في الخارج وبعد مراجعتها تبين الآتي فقد حصل المرشح إبراهيم عبدالله يوسف الشيخ صالح للشيخ على 2929 صوت وحصل المرشح عبدالواحد عبدالعزيز عبدالواحد قراطة على 3393 صوت وعليه تقرر فوز المرشح عبدالواحد عبدالعزيز عبدالواحد قراطة عن هذه الدائرة بعد حصوله على نسبة 53.67% من الأصوات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر